بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي نبدأ درس جديد بسم الله فلنبدأ الصف والمرحلة التعليم الثانوي نظام المسارات الصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني مادتنا المادة الجميلة والمحبوبة لدى الجميع مادة المهارات الحياتية موضوع درسنا لهذا اليوم المسؤولية الاجتماعية الجزء الأول معكم المعلم ويآم عبد الرحمن ابو النجا ومعلم لغة الإشارة الأستاذ فواز العقيل نبدأ تعرفنا في درسنا السابق عن الوطنية والمواطنة وتعرفنا على ثلاث مفاهيم المفهوم الأول الانتماء الوطني أيضاً تعرفنا على الوطنية وتعرفنا أيضاً على المواطنة تعرفنا على مفهوم الانتماء الوطني هو انتساب الفرد لوطنه فكراً وسلوكاً وهو يعبر من خلاله عن حبه له وامتثاله للقيم الوطنية كالاعتزاز والفخر بأمجاد الوطن ورموزه الوطنية والالتزام بالقوانين والأنظمة السائدة والمحافظة على ثروات الوطن وممتلكاته والذود عنه وحمايته ننتقل الآن إلى مفهوم المواطنة ماذا نقصد بالمواطنة؟ انتماء وموالاة للوطن ضمن حدود الشريعة ومكارم الأخلاق مأخوذة من المفاعلة والمشاركة فهي مجموعة العلاقات المتبادلة بين الفرد والدولة والمجتمع ضمن الحقوق والواجبات أيضا تعرفنا في درسنا السابق الفرق بين الحقوق والواجبات ما هو الفرق ما بين الحقوق والواجبات؟ بارك الله فيكم الحقوق مجموعة من الامتيازات والخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها بالنسبة الواجبات بارك الله فيكم التزام يتكفل به المواطن تجاه دولته ومجتمعه ننتقل الآن أيضا تعرفنا في درسنا السابق واجبات الدولة وحقوق المواطنين أيضا تعرفنا في درسنا السابق واجبات المواطن وحقوق الدولة بالنسبة لواجبات الدولة وحقوق المواطنين أولا حماية الإسلام في عقيدته وأخلاقه وتنفيذ تشريعاته وأحكامه ثانيا تحقيق الأمن الداخلي والدفاع الخارجي ثالثا تطبيق العدل والمساواة رابعا توفير الخدمات العامة للمواطنين خامسا العناية بالشؤون الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد أخيرا تأمين الحريات للمواطنين بأنواعها المختلفة في ضوء تعاليم الإسلام بالنسبة لواجبات المواطن وحقوق الدولة أولا السمع والطاعة لولي الأمر البيعة ثانيا الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني بالعمل المنتج المتقن ثالثا المحافظة على الممتلكات العامة ومرافق الخدمات رابعا حماية الوطن من المتآمرين عليه للنيل من استقراره وأمنه خامسا تلبية نداء الدفاع عن الوطن سادسا الاعتزاز بالوطن وعدم امتهان كرامته سابعا التكافل والتآزر بين أفراده تعرفنا في درسنا السابق وشاهدنا سويا واجبات المواطن اتجاه وطننا الغالي نشاهد الفيديو سويا أمثلة من واجبات المواطن مفهوم الواجبات هي كل ما يجب على الإنسان القيام به في حق الله تعالى بداية ثم حقوق الآخرين وأيضا نحو مصلحته وسيادة وطنه ومصالح الآخرين واجبات المواطن في المحافظة على أمن الوطن الالتزام بالأنظمة والقوانين عدم إثارة الفتن والشغب أو المشاركة مع الآخرين ضد مصلحة الوطن ووحدته تبليغ رجال الأمن بكل ما يهدد أمن الوطن وسلامة المواطن عدم الاعتداء على الآخرين المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة الحرص على المرافق العامة من شوارع ومساجد ومكتبات عدم الاعتداء على ممتلكات الآخرين الخاصة مثل المنازل والمركبات احترام النظام إن النظام يجب أن يكون في كل شيء في قواعد المرور وفي المنزل والمدرسة وغيرها المحافظة على البيئة وضع النفايات والمخلفات في الأماكن المعدة لها وفي الأماكن الخاصة بها عدم قتل الحيوانات والطيور البرية أو إتلاف النباتات والأشجار ننتقل سويا أيضا تعرفنا في درسنا السابق عوامل مساعدة على تنمية حب الوطن أولها بارك الله فيكم المشاركة في الأعمال التطوعية ثانيا مبدعين الالتزام بالقوانين والقواعد السلوكية أيضا اختيار أسلوب الحوار الواعي في حل المشكلات أيضا بارك الله فيكم احترام عادات وتقاليد وأعراف المجتمع أخيرا الالتزام بالرموز الوطنية كالنشيد الوطني والعلم ننتقل الآن إلى أهداف درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف في درسنا المسؤولية الاجتماعية أهداف الدرس سنحقق بعض الأهداف في درسنا اليوم والآخر في الدرس القادم نبدأ الهدف الأول أن أعرف مفهوم المسؤولية ثانيا أن أعرف مفهوم السلوك المسؤول ثالثا أن أحل الشروط تحقق المسؤولية والمواضبة على العمل رابعا أن أوضح معنى المسؤولية في علم الاجتماع خامسا أن أوضح معنى المسؤولية في علم النفس سادسا أن أشرح معنى المسؤولية المجتمعية في ضوء رؤية المملكة عشرون ثلاثون سابعا أن أبين علاقة المسؤولية باتخاذ القرار والمواطنة أخيرا أن أحدد العلاقة بين المسؤولية والاعتماد على النفس والثقة بها ننتقل الآن إلى مفاهيم درسنا لهذا اليوم لدينا مفهومان المفهوم الأول المسؤولية المفهوم الثاني السلوك المسؤول نبدأ بتعريف المسؤولية ماذا أقصد بالمسؤولية؟ بارك الله فيكم مبدعين إقرار المرء بما يصدر عنه من أفعال وأقوال واستعداده العقلي والنفسي لتحمل ما يترتب على أقواله وأفعاله من نتائج هذا هو تعريفنا للمسؤولية مرة أخرى ما هو تعريف المسؤولية؟ إقرار المرء بما يصدر عنه من أقوال وأفعال بارك الله فيكم واستعداد عقلي ونفسي لتحمل ما يترتب على أقواله وأفعاله من نتائج يكون متحملا لنتائج قراراته ننتقل الآن إلى مفهوم وتعريف السلوك المسؤول ماذا أقصد بالسلوك المسؤول؟ بارك الله فيكم تعريف السلوك المسؤول التزام بأداء تكاليف نحو العمل المطلوب وفي الوقت المحدد يجب أن ألتزم بأداء جميع أعمالي بوقت محدد ننتقل الآن مقدمة كرم الله الإنسان بالعقل وهو إدراك القلب وتمييزه كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وميزه به عن سائر المخلوقات حتى يتمكن من التمييز بين الخير والشر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله إن التمتع بالعقل والشعور بالواجب وإدراك الإنسان ذلك إدراك كاملا يدفعه للقيام بمسؤولياته على خير وجه وتحمل نتائجه قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ننتقل الآن إلى نشاط رقم واحد نقرأ النشاط سويا وقف المتهم يدافع عن براءته أمام المحكمة قائلا إنه ولد باستعدادات تدفعه للشر وأنه ما دام لم يستطيع خلاف ما فعل فلا ينبغي أن يعد مسؤولا فأجابه القاضي متهكما إن السبب الذي ذكرته نفسه يبرر سلوك اتجاهك كمتهم فأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا غير إدانتك فأنا بصفتي قاضيا مجبر على ذلك العمل تطبيقا للقوانين الموجودة السؤال الأول ما رأيك بدفاع المتهم عن نفسه ثانيا هل حكم القاضي حكما عادلا ولماذا مرة أخرى ما رأيكم بدفاع المتهم عن نفسه أيضا ما رأيكم بحكم القاضي ولماذا نذهب دقائق ونعود للحل اشتركوا في القناة 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 والشر وتحديد نقاط الخطأ لديه يمكنه في هذه الحالة الرجوع عن أخطائه مهما كانت ننتقل الآن هل حكم القاضي حكما عادلا ولماذا بارك الله فيكم حكم القاضي حكم القاضي عادلا لأنه 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 يستند إلى قوانين تدعوه إلى اتخاذ الحكم الصائب تجاه المتهمين ما معنى أن أكون مسؤولا نفكر قليلا ما معنى أن أكون مسؤولا بارك الله في أولا أن أكون ملتزما في أداء أعمالي وواجباتي ثانيا أن ألتزم بكل ما يصدر عني من قول أو عمل ثالثا أن أختار ما يناسبني دون إضرار بالآخرين رابعا أن أجعل لكل سلوك أو تصرف معيارا أتحكم إليه عفوا أحتكم إليه ليتوافق سلوكي مع سلوك أفراد مجتمعي أيضا أن أتحمل تبعات باتخذته من إجراءات في العمل مرة أخرى معنى أن أكون مسؤولا أن ألتزم بأداء جميع أعمالي في وقتها وواجباتي ثانيا أن ألتزم بكل ما يصدر عني من أقوال وأفعال أيضا أن أختار ما يناسبني دون أن أضرر الآخرين أيضا أن أجعل لكل سلوك أو تصرف معيار أتحكم إليه أخيرا أن أتحمل تبعات ما اتخذت من قرارات ننتقل سويا إلى استراتيجية فجوة التعليم ما معنى أن أكون مسؤولا أولا أن أكون ملتزما في أداء عملي وواجباتي ثانيا بارك الله فيكم مبدعين أن ألتزم بكل ما يصدر عني من قول أو عمل ثالثا بارك الله فيكم أن أختار ما يناسبني دون إضرار بالآخرين رابعا أن أجعل لكل سلوك أو تصرف معيارا أحتكم إليه ليتوافق سلوكي مع سلوك أفراد مجتمعي أخيرا بارك الله فيكم أن أتحمل تبعات ما اتخذته من إجراءات في العمل ننتقل سويا المسؤولية في علم الاجتماع سوف أتعرف في درسنا اليوم على المسؤولية في علم الاجتماع وفي علم النفس نبدأ سويا في علم الاجتماع من الضروري أن يكون مسلك الفرد وفق أصول وقواعد المجتمع وعهود الأفراد المتبادلة والمواثق وتتحقق بأعلى درجاتها حينما يشارك الإنسان في مصير الإنسانية يقول برومان لا يوجد هروب إلى العزلة فسلوكنا له تأثير على المعايير العالمي وسلوك الآخرين أحيانا يكون له تأثير علينا هذا هو تعريف المسؤولية في علم الاجتماع ننتقل الآن فائدة تهدف برامج المسؤولية المجتمعية إلى أولا تحقيق التواصل والتفاعل والتماسك المجتمعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته ثانيا تهدف برامج المسؤولية المجتمعية إلى تشجيع المؤسسات لتحقيق التوازن بين الربح المادي وخدمة المجتمع وسلامة البيئة أيضا تهدف برامج المسؤولية المجتمعية إلى التسويق الاجتماعي لمشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية التي تواء بين الرفاه المجتمعي والعمل المؤسسي ننتقل إلى المسؤولية في علم النفس النظرية السلوكية تهتم بتحديد العمر الزمني والعمر العقلي الذي يكون فيه الفرد مسؤولا عن أفعاله وتركز على ثلاثة أساليب لتشكيل السلوك المسؤول أولا ترتكز على الثواب أيضا على العقاب أيضا على القدوة ننتقل الآن إلى نشاط رقم اثنان وجدت إحدى الشركات أنها أخطأت في أحد الإعلانات عن أحد الأجهزة الكهربائية حيث أعلنت أن الجهاز رخيص السعر واستخداماته كثيرة وعند عرضه بالأسواق تبين أن سعره أعلى بكثير من السعر المستحق المعلن عنه واستخداماته محدودة جدا ما المسؤولية التي تقع على عاتق الشركة في هذا الموقف تجاه كل من الوكيل المعتمد لهذا الجهاز أيضا المشتري دقائق ونتوصل للحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نبدأ سويا بالحل الوكيل المعتمد لهذا الجهاز يجب أن يتحمل يجب على الوكيل المعتمد لهذا الجهاز مراجعة العقود وتعديل سعر المنتج والاعتذار من المشتري ويبين بإعلان رسمي عن حدوث خطأ في السعر بالنسبة للمشتري تعويض المشتري أو طرح بديل بنفس السعر المطروح في الإعلان ننتقل سويا تعرفنا في درسنا لهذا اليوم على مفهومان المفهوم الأول هو مفهوم المسؤولية ما هو تعريف المسؤولية؟ بارك الله فيكم مبدعين إقرار المرء بما يصدر عنه من أقوال وأفعال واستعداده العقلي والنفسي لتحمل ما يترتب على أقواله وأفعاله من نتائج بالنسبة لتعريف السلوك المسؤول بارك الله فيكم مبدعين الالتزام بأداء تكاليف نحو العمل المطلوب وفي الوقت المحدد أيضا تعرفنا ما معنى أن أكون مسؤولا بارك الله فيكم أن أكون ملتزما في أداء عملي وواجبي أيضا أن ألتزم بكل ما يصدر عني من قول أو عمل أيضا أن أختار ما يناسبني دون إضرار بالآخرين أيضا أن أجعل لكل سلوك أو تصرف معيارا أحتكم إليه ليتوافق سلوكي مع سلوك أفراد مجتمعي أخيرا أن أتحمل تبعات ما اتخذته من إجراءات في العمل أيضا تعرفنا المسؤولية في علم النفس وهي النظرية السلوكية تهتب بتحديد العمر الزمني والعمر العقلي الذي يكون فيه الفرد مسؤولا عن أفعاله وتركز على ثلاث أساليب لتشكيل السلوك المسؤول ثواب وعقاب وقدوة وبذلك حققنا أغلب الأهداف حققنا الهدف الأول أن أعرف مفهوم المسؤولية أن أعرف مفهوم السلوك المسؤول أن أحل الشروط تحقق المسؤولية والمواضبة على العمل أيضا أن أوضح معنى المسؤولية في علم الاجتماع أيضا حققنا أن أوضح معنى المسؤولية في علم النفس تبقى أن أشرح معنى المسؤولية المجتمعية في ضوء رؤية المملكة 20-30 أيضا أن أبين علاقة المسؤولية باتخاذ القرار والمواطنة أخيرا أن أحدد العلاقة بين المسؤولية والاعتماد على النفس والثقة وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم سعيد بتواجدي معكم أراكم قريبا إن شاء الله